قال الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر إن تجمع اليمني للإصلاح حزب تجسدت فيه قيم الصدق والوفاء ونكران الذات إذ قام على المبادئ للأشخاص وهنأ الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر الإصلاحيين والإصلاحيات بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب وأوضح الشيخ حميد أن الإصلاح حزب ينتمي لثورتي 26 سبتمبر والرامى عشر من أكتوبر وتزامن ميلاده مع قيام الوحدة فكان من أبرز المساهمين في إثراء الحياة السياسية وصنع التحول الديمقراطي واعتماد النضال السلمي لاستعادة الحقوق وأكد الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر أنه يحق لمن ينتمي إلى الإصلاح الاعتزاز بتصدر الحزب طليعة المدافعين عن الثورة والجمهورية فقد كان الصخرة التي تحطمت عليها أوهام الإماميين وأطماع ذوي المشاريع الصغيرة وخاطب الشيخ حميد أحمر الإصلاحيين قائلا إنكم الحزب المعول عليه اليوم لتوحيد الصف الجمهوري خلف مشروع وطني جامع وكذا العمل مع كافة الشركاء لاستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيا السلالية وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على احترام الحقوق والحريات والعدالة والمساواة والتبادل السلمي للسلطة وذلك عبر انتخابات حرة ونزيها بوصفها الخيار الوحيد لبلوغ السلطة